على مقربة من وداع هذا المجلس أبغالك تتكلم بكلمتين عن الوقف المزمن العام بجمعية عروة بكلمتين وتختملها بكلمتين طيبة والمكرفون عندك الله يحفظكم والله الوقف عروة تتكلموا عنه قبل فترة الأخوة قبل كم حلقة وهذا من الوقف لا شك الباقي لك بعد العمر وهذا الأوقاف كثير من الناس ما يعرف قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله تصدق بكل مالي قال لا قال الثلثة ثلثة كثير شف سبحان الله ما له كثير إنه نقول مثلا نقول الله مثلا عنده مليون يقضى الثلث ثلاثمائة ألف شوي يعني تقريبا سبحان الله فاليوم نحن اليوم كم نوقف من مالنا اليوم اللي القليل هل أوقفنا شيء الواحد تصدق بخمسة بعشرة بخمسين مثلا لكن هل أوقفت شيء هل أوقفت مئة ريال دائمة كل شهر مئة ريال مثلا وش يضرك مئة ريال لو تدفعها بالشهر ما تضرك على مدى سنة كم تكون ألف ومئة ريال وش ألف ومئة ريال أنت تعبي بنزين بالأسبوع مرة وتعبي مئة ريال أو مئة وخمسة تعبي المئتين هذه سبحان الله حط مثلها أو أقل منها مع البنزين خلها صدقة وقف لك لك ولي ولديك ولي أبنائك وبعد موتك فتبقى يبقى الوقف هذا لك يبقى إلى ما شاء الله جل وعلا فنحن نبقى لعنفسنا بالوقف وبلش ويتكلمنا عن عن البيت اللي في ليبيا اللي ما هدم ولا جو شيء ولا تأثر لماذا؟ لأن كان فيها أيتام يرعاهم أيتام صاحب البيت فهذا البيت ما تهدم أبدا حتى قالوا الطين ما مر عليه ما حفظه إلا الله سبحانه وتعالى لأنه عنده أيتام وكما قال النبي أصل أنا وكافر الأيتام كهاتين في الجنة كهاتين في الجنة فهذا كافر الأيتام الرجل في ليبيا وحفظ الله بيته فحفظ الله بيته ويحفظه جل وعلا بكافة الأيتام فأنت أنا وإياك مشاهدين نكفل يجب أن نكفل هذه الأيتام في عروة وفي غيرها من الجمعيات وهذا وقف يبقى لك بعد موتك فأهيب يعني بالجميع الصدقة 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 ما يبقى لك والله إلا إلا الصدقة بعد موتك يقول أنه صلى الله لما كان مع الصاحب قال أيكم ما له خير من مال وارثه قال كلني يا رسول الله لك الرجل ما له خير من مال وارثه قال ما له كما قدمت ما قدمت قدامك وما له وارثك ما أخرت ترى بيأخذ الوارث ما يبقى خليه ما يبقى صدق فيه المال الحقيقي لك أنت لما تقدم لك أنت يوم القيامة تلقى قدامك أمامك والمسلم كما قال أنه صلى الله عليه وسلم في ظل صدقاته يوم القيامة الله أكبر في ظل صدقاته يوم القيامة ومن السبع الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله رجل صدق صدق بفدقة حتى حتى لا تعلم من يمينه ما تنفق شماله أخفاها أخفاها ما يحشف من قوة الخفاء فأم تصدق على هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات وهذا وقف لك باقي عند الله سبحانه وتعالى فهذا أمر حقيقي يجب أن نهتم به وادفع اليوم قبل أن يقال لك خلاص ما فيه الله أبس لو قل لك بكر تموت ما تسوي تدفع كل ما عندك يا الله بس ممشي ما تدري أن تعيش أو لا تعيش إلى الليل صلى الله أن يفقق لكم أحب و أرضاه أجزاكم الله خير حبايب المتابعين و المشاهدين ترى تفكروا أنه المبلغ الكبير هو اللي مطلوب منكم والله ثم والله وتالله ما قدمت لله و أخفيته لا يعوضك الله سريعا نعم الريال بالمئة والمئة بالألف والخمسة ريال برضو تصل إلى حد 1500 لحد خمسة ألاف لكن لله كلمتك لأخيك المسلم النصيحة التي ما تريد بها لوجه الله أبشير بالخير ابتسامتك في وجه أخيك صدقة حلا أدلكم على عمل أن إذا فعلتموه فيما معنى تحببتم أفشوا السلام بينكم يعني تفش تسلم على ناس وفرض عليك تسلم تسلم على من عرفته ومن لم تعرف هذه لك أجر فيها صدقة ترى ابتسامتك في وجه أخيك وإنما تعرف بعض الناس يقول يا أخي لأش تتضحك أني عرفتني بعض الناس ترى اللي بعيدة لكن اللي يفهم لا بعض الناس يجي يجلس بجنبك يقول يا أخي سبحان الله والله إن كني معك سنة يا أخي ابتسمهم أدعو لأولادكم وأزواجكم وإزواج المسلمين وعيالهم نعم أبشر بالخير يصلح الله عيالك يبو علي كم إذا قلت وإفديك كلمة واحدة كم إذا قلت اللهم اغفر لي والوالدية والوالدية والدية وجميع المسلم بين الرأس السجدة والسجدة أو في السجدة بعد ما تخلص من الدعاء سبحان ربي العظيم أو بعدها الله أكبر اللهم اغفر لي والوالدية والوالدية والدية وجميع المسلم كل ما زاد العدد في نيتك أعطاك الله أكثر من ذلك أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين دائما للخير والذين يستمعون الكلام يتبعون أحسنه اتفضل يا بو دان فضلك والله في وصية من الشاي بالله يطوله بعمره مثل ما قال شيخنا يقول اجعل كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى قال لي يا عبد الرحمن لا جاك الضيف الضيف ضيف الله حتى واجبه وذبيعته لا جدت بتذبعها قال الله منها منك وإليك كل شيء يتسويه الله منها منك وإليك فصار لي موقف نفس القناة والله ان الصدقة ان الريال بدبلة جاني شخص محتاج وكان معي المبلغ بسيط اللي يا الله اللي يقوله ما عندنا مناكلة دون نعطيك بسيط جدا وقال انا محتاج مبلغ وكذا كذا كذا فانا عرفت ان الله اللي هرسلها لي وانا ما عندنا مبلغ هذا مستعم فاقلت سام والله منها منك وإليك وقلها بقى الله كبر وصيت الشاي ايه والله ايه فجلست لي يوم لو ابي لي شيء ما عندي فطلبت من الادارة اني ابي اتصل على احد من اهالي اني بطلب منها مبلغ ولا كذا فاتجاوبوا من الله بيضوجيهم ومفتع الجوال اللي والله بيرسالها من البنك بمبلغ 9000 ريال والله لليوم اني معلم من وين والله وبالله اني معلم من وين المبلغ اعطيتها لله الاولة لله وبوصيت الشايب والله انها كيف اطعت الوالد وطعت الرب سبحانه اني اني في واحد اني اتفاجأت يابو علي في المبلغ اني فرحت وحمدت الله سبحانه وتعالى انه فعلا الريال اللي انت تقدمه لله وبنية صادقة نعم والله ان الله بيجزاك دبا اللهم ثلما تقول البيت هذا كفال ايتام معاي منه ومعايسر البيوت راحة له الله يا اخو اعمل 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 انت لو يقوك بكرة مغادر من هالدنيا والله ما في شيء ما تسويه القرآن تقرأه وتصدق منه وتاكفى اليتيم منه اعمل اعمل الدنيا فانية اعمل يمال غنيمة وتصدق والرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قول اتق النار ولو بشق تامه ولو بشق تامه اي والله وانا وكافلا ليتيم كهاتيني في الجنة ادروا يا مال الغنيمة الدنيا فانية ترى الرياض والمية والخمسين وهذه ترى اجرها عظيم عظيم مهما كان المبلغ بصير لا شك لا شك اجرها عظيم يا سلام الله اعلم يظل وجهك ابو سليمان الظاهر عنده كلمة